فضيلة الشيخ هذا يسأل ويقول في صلاة التراويح أنا أكتفي بـ 11 ركعة ولكن لي زميل آخر يقول بأن لك أن تصلي 13 أو 21 أو غيرها عدد صلاة ركعات التراويح غير محددة ولكن هذا يرجع إلى نوعية الصلاة فمن كان يطيل الصلاة والقيام والركوع والسجود فإنه يقلل عدد الركعات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 أو 13 لكنه كان يطيل الصلاة يطيل القيام يطيل الركوع يطيل السجود عليه الصلاة والسلام فإذا طال الصلاة يقلل عدد الركعات وإذا خفف الصلاة خصوصا الإمام الذي يأم الناس بقوله صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والمريض وذلحاجة فهذا يزيد في العدد كما كان الصحابة يصلونها 23 ركعة كان الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه يصلونها 23 ركعة لأنهم يخففون على المأمومين عملا بقوله صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليخفف الحاصل أنه إذا كان يطيل الصلاة فإنه يقلل عدد الركعات ومن كان يخفف الصلاة تخفيفا غير مخل فإنه يزيد في الركعات على 13 و 11 نعم شكرا شكرا